يركروا كل شيء والحب الراجا الراجا جمهورها راس مالا اوديما خضراء يو السلام عليكم يا أحسن معشة الجارات في العالم كامل كيف رأيكم أو ثانيا سوف نسهولكم وش مرتاحين السلام عليكم كتهمنا المهم الحمد لله تتمد الفيديو البارح في اليوم سوف نقوم بمثل سواء الغيابات او تشكيل جمهور وزيد وزيد فإذا كنت يوجد خاصة كتبين الوجود والتي هو لايك لايك الذي يفعله من الحواج الذي يجعله الفيديوهات يوصل بمثل الناس اكيد لا تستطيع التعليقات قولينا مني نفرجين في المارشد الغداء اما إذا كنت جديد سابسكرايب فرقاتي وزير لي هذه الصمتة نهاية كأس العرش هذا الفيديو سوف نقوم بأول حاجة والذي هو الجمهور بما أنه يتبعوني في السنة كثير من 140 الفراجية وراجوية فرقاتي الواجب على قاديات الجمهور أولا أي وقت يفكر أنه يدى بلاسة التيران ويتسنبلي أن الطريق ستكون فرشة بالورد والدخلة ستكون سهلة فرق نقول ليك ركت غلطة يا أخي والأختي بما أن التذاكر ستتفرق بالمجان يعني فراغ الضاء سنرى هذه الأطراف لا تشد الأليس سواء العمليفات أو حتى هذا العام أولا من الممكن أن نرى لا تتمنى فصراحة شخصيا كانت تمنى أي شخصة تيران أنت مازال محتاجين ووالدي هذا لا يعني أنه سيكون الشغب وإنما إلا تفكرته كيف أشترل أختنا نورا الله يرحمه فضلنا عرادة فقط بسبب التدافع هذا الماضي ليس من جميع الفئات و ليس أي شخصة يمكن أن يمشي وعودتني للعلم أن هذا فقط نصيحة يمكنك أن تأخذ بها أو لا تأخذ بها وفي الأول والأخير بما أنني أفكر فيك في هذا الماضي سأعرف بما أن أتمنى لك هذا الماضي في 2017 كانت مشاكل في الفرقة بسبب التصيير وكل شيء حاق للحسبان وذلك وقيت التلان عمر مع 11 الصباح فما بالك بدابة هذه الأجواء هذه فرق الحاجة الواحدة التي سيقولون يا غير الله يحفظ مع الله يسر كلامي على الجمهور سيكون هنا وقبل أن تأخذ شخصة أحاول تفكر ألف تفكير السلام عليكم نعود إلى البلانديان والذي هو الراجة وبركان وكل شيء يعرف أن الطرف الأكثر حضوضا للتفوق وقل لي هو بركان لم تكن قليلا من الراجة لن تجد معك العاطفة سيقول لك الراجة ستربحها بعشرة ولكن لا ننسو أن نلاعبين مع أخبة فرقة في المغرب من بعد الوزة وكل شيء يعرف سيكون يسيرها يعني إلى بغيطة يحكرة ما سيجد معك المشكلة في مدارها ولكن الحاجة الواحدة اللي سأقوله معنا ربي ومن خافوش كل ثقة في اللاعبين في الكثير من الراجة يجب أن تجد معي مربوح الراجة خصوصا من بعد أن الراجة ضربت كان هذا العام في البطولة أداءا ونتيجة وهذا أكبر غلط يبدلون الكثير من الماتشات البطولة وبركان اللي سنرى عمر نمش فيها حتى تكون لعبة الماتش اللخر في حياتها فإذا كانوا اللاعبين دراجة ديالنا في نهارهم فإن شاء الله زينا لم يكننا في نهارنا رأي هذا الشيء اللي أعطى الله المهم هو أن ندرنا اللي علينا من بين الأشياء اللي يكون أكيد أننا سنعاني ومعهم غدام عبرك واللي أول حاجة واللي والحارس ديالهم لآخر ما رشد الفتح في الناس في نياعي عتقهم في كترة من مرة وكترة من كورة اللي كانوا بيوتوا جبدهم من الخط فهذا سيكون أول عائق لنا وخاص كل التركيز أمام الشبك وما إحنا تبارك الله عدنا غير الطيارات في الهجوم يا سلام يا سلام من جديدة أرى الفرقة كاملة مع ولالك والشعب الرجوي يتسنك بشخشيها في الشبكة ناري وتزقيلها الثاني عائق اللي سنعانيوا منه واللي هو الطريقة اللي ستلعب بها بركان وكون أكيد هي اللي ستلعب بها ركز لي على العرضيات خصوصا أنا نهضة بركان عد أجنيحة اللي يصرعوا الصنتراج بلا مندوا على أظهرتهم عندهم والشي كامل ستتركز على رأس حربة اللي أغلب البيوت هذا العام هذا ماركةهم في السماء مثل الضعف اللي نحن في الشبكة واللي هو وزنيتي ما عندوش مع العرضيات لا علاقة فرى الحاج الواحد اللي سنعانيوا على اللي هي التنائي للهدوذ المقدم أو للهدوذي وحركاس باش يوقفوا ذلك العرضيات ونمشوش للشبكة بزاف دي الناس يصوروا على الغيابات لحد الدلاحظة اللي نصور فيها فرى الغيابات الكينين ما غادش يأثروا علينا كان كل من مذكوروا النهر والصبار والطبق هذا الكامل اللي أطلاً ما لعبوش من شحال هذه يعني كيف كانوا أو لم كانوا وشرا ما غادي تبتلوه حالياً غاديمشو برش انتراسيوا تشكيلة المثالية أو الأحسن تشكيلة ممكن بدأ بالمدرب واللي غالبين كل شيء غاديم متعفق العام للعلم هذا كيف يبقى فقط توقع ديالي الرأي ديال كنت نفلي كومنتر غاديمشو في الشبكة أنا سذنيتي بلاسوم تراسير كابيتانو ديالي اللي معولاً اللي أنه يخرج عيني في الحاكم غاديمشو القلبي الدفاع اللي شخصياً كنتمنى أن نشوف فيهم حركاس والهدوذي هدوذي صراحةً جماتشة الأخرين دياله ديرهم ناضين ديال بصع وحركاس ما عندوش مع أبريكان خصوصاً من اللي كان كلا موجدة ما كانش كيتسرط فيهم والدابة باقي ما كيتسرط ليهم يعني فرأي ان شاء الله هاتوناء يا هاتي غاد تقول الكلمة دياله سوف يختار الأهدار التي سوف يختار فيهم ايدي البنتين والبداولي لا بديلة عنهم وأصلاً هم اللي كانين أما الوصف بما أن المدرب لا تشليفة تلاعب جوش ديالي كاسرط فرأي هم اللي سوف يبقى أهولو وكاميرا بقية اللاعب اللي كبني لا تبدلوا على الماتشليفات ما عادة كنتمنى أن تغيير الواحد الذي يكون وهو الزر هنا ويدخل بلاسه وبوزه يعني فرأي سوف يختار كل من زريدة والمكعازة وبوزه ويقوم بلاسه ويقوم بلاسه هذه هي تشكيلة كبالية بأن المدرب يمكن أن يعتمد عليها وإن شاء الله لما تكون خير علينا وعلى اللقاء تجيب لنا الكاسرط ما رأيكم فيها وماذا هم اللي بوزه كبالي لكم خاصة من التبدل وهنا قد يكون وصلنا للأخر ونقول لكم لا تلك كين كنت مننا وخير إن شاء الله ويا رب تضع لنا شيئا وحاليا فأنا بقليغة نقول لك ووقف لهذه النتيجة وقول ليش هل جاتوا وidity وحسن أصري